السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا دعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تقيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين يا رب أنصر أهل فلسطين النهاردة بأمر الله بننقل لكم تقرير السوق بتاريخ 24 نوفمبر هنتكلم إن شاء الله في الفيديو ده عن أسعار اللم وده راجع لأن أسعار اللم بدأت تتزبط بعد ما كنا متوقفين على أسعار اللم في التقرير النهاردة هنتكلم على الأسعار لأنها الحمد لله أسعار زادت وكمان فيه تفارق كتير النهاردة عليها لم فعلشان كده هنتكلم على الأسعار بالتفصيل عايزين نتكلم ونقول النهاردة يعني السوق كان فيه عدم استقرار كان فيه تفضية من وقت بدري جدا كانوا بيفضوا الناس اللي وقفة عند السوق الجديد كمان بما فيهم الحتة بتاعة عرب يسار حديقة عرب يسار طبعا إحنا عارفين إن فيها حصل فيها تطورات وحصل فيها هادن وكمان المثلسة اللي في النص وحوالين الحديقة كل ده كان فيه تفضية بشكل واسع وده اللي خلى السوق فيه عدم استقرار مع العلم إن النهاردة أسعار اللم زادت وفيه تفارات زي ما هولنا كتير كانت مطلوبة للتصدير لكن للأسف عدم الاستقرار في السوق بيخلي فيه بعض الناس يعني ما بتبقاش متواجدة في السوق أو بتمشي من وقت بدري وأفضل مكان نقدر نقول إن هو يبقى مرشح الناس تقف فيه وكمان بشكل مجاني هو منطقة البرجلات اللي قدام مسجد السيدة عائشة مباشرة أنا مش عارف بصراحة لغاية دلوقتي مفيش حد بيروح فيه ليه مع العلم إن المكان ده متواجد فيه بتوع الأكل وبتوع الأدوية وكمان بتوع العشوش وكمان فيه كفاتيريا ده بالنسبة للتصدير لو هنتكلم على حركة تداول بين الناس حركة تداول طبعا بدأت تشد وبدأت تزيد وخاصة إن فيه طيور كتير بدأت تقل من السوق المصري زي مثلا الكوكتيل بجميع أنواعه وجميع طفاراته طبعا مع زيادة أسعار الطيور دي بدأت الناس تلجأ إن هي تربي تاني لأن فيه ناس كتير صفت لأنها كانت متضررة من أسعار الأكل اللي ارتفعت وكمان جشع التجار اللي كانوا بياخدوا الطيور بقل سعر وبيستغلوا الهاوي لأنه زهق من زيادة الأسعار بتاعة الأكل واضطر إن هو يصفي الناس دي بدأت تلجأ تاني للتربية بشكل جديد مش أقول إن كل الناس لكن بعض من الناس بدأت بالفعل ترجع للهواية من جديد فمطلوب مني أنا كهاوي أركز في التداول ده لأنه أسعاره أزيد بالفعل من أسعار اللم طالما أنا عندي طير صحيته كويسة ومناعته كويسة وطير محترم بطلب فيه السعر اللي أنا عايزه وكمان ده ضمان لاستمرار الهواية في مصر يعني حركة التداول وحركة اللم النهاردة الحمد لله وبفضل الله كانت كويسة جدا لكن عيب النهاردة الوحيد تفضية السوق بشكل مستمر نبدأ نتكلم على الأسعار اللي كانت موجودة النهاردة في السوق بالتفصيل يلا بينا نسمع الأسعار يلا بينا نبدأ في بداية الكلام إن شاء الله نتكلم على الكوكتيل الحبشي واللي الكوكتيل الحبشي النهاردة وصل لأعلى معدلات ممكن يوصل ليه لغاية دلوقتي سعر الكوكتيل الحبشي الشغال من 450 وصل ل 500 جنيه سعر الكبير الشغال بالنسبة للشبابات 350 جنيه بالنسبة لكوكتيل الإيزابيل اللي برضو سعره زاد النهاردة سعره كبير منه من 550 ل 600 جنيه والشبابات من 400 ل 450 جنيه سعر الجوز بالنسبة لكوكتيل المصبع اللي بخد واللي سعره بيبدأ من 600 جنيه بيوصل ل 1000 و 1200 جنيه ده طبعا في حالة الحاجات الفتيهات المرسومة أو الحاجات البصمات بالنسبة للشبابات سعرها بيبدأ برضو من 400 ل 800 جنيه ده على حسب تقليب الطير وحسب زي ما قلنا إذا كان مرسوم أو مش مرسوم نتكلم إن شاء الله على الكوكتيل اللاتيني واللي سعره وصل كلام ل 1200 جنيه ده في اللام طبعا في التداول أحيانا في ناس بتطلب أسعار أكتر من كده بالنسبة للشبابات من 900 ل 1000 جنيه سعر الجوز وبالنسبة للزغاليل من شهرين ل 3 من 700 ل 800 جنيه سعر الجوز نتكلم على الكوكتيل الفرنساوي نبدأ بالويت فيس والسعر الجوز الكبير منه الويت فيس 900 جنيه وبالنسبة للشبابات من 700 ل 750 جنيه نتكلم على الكوكتيل الإيزابيل والسعره بيبدأ من 1000 ل 1200 جنيه في الكبير الشغال بالنسبة للشبابات من 800 ل 900 جنيه سعر الجوز نتكلم على الكوكتيل المصبع الفرنساوي واللي سعره بيبدأ من 900 جنيه في الحاجات السابغة الغمقة أو الحاجات اللي تقليبها قليل لحد 1700 لألفين جنيه في الفتيهات والبصمات بالنسبة للكوكتيل الألبينو واللي سعر الكبير منه وصل ل 1800 جنيه سعر الجوز وبالنسبة للشبابات من 1200 ل 1300 جنيه بالنسبة للزغليل سعره بيبدأ من 1000 ل 1100 جنيه سعر الجوز الشبابات نتكلم على البدجي ونبدأ بالأسترالي السعر اللي لم فيه الكبير 140 جنيه سعر الجوز وبالنسبة للشبابات من 100 ل110 ده طبعا بعيدا عن الأخضر والأزرق بعيدا عن الغوامة بالنسبة للوش الأصفر واللي سعره بيبدأ من 120 ل 150 جنيه سعر الجوز بالنسبة للإينو اللاتيني والألبينو واللي سعره بيبدأ في الكبير في اللم من 150 ل160 جنيه بالنسبة للألبينو واللاتيني بالنسبة للفالو واللي سعره الصغير منه 120 ل150 جنيه في الكبير بالنسبة للشكر برصاصي واللي ما شفتش عليه لهم النهاردة ده كان متوسط سعره من 400 ل500 جنيه سعر الجوز بالنسبة للبلاك وينج الأخضر والبلاك وينج الأزرق واللي سعره بيبدأ من 300 ل400 وأحيانا بيوصل ل500 جنيه نتكلم على تركيبات الرينبو واللي سعرها بيبدأ بداية من 180 ل200 جنيه حسب درجات الألوان وبالنسبة للرينبو واللي سعرها بيبدأ بداية من الحاجة الفول بادي من 300 ل350 جنيه سعر الجوز وأسعاره بتزيد عن كده حسب الطفرة كلما الطفرة زادت الأسعار بتزيد بالنسبة للششة والكورك واللي سعرها بيبدأ من 160 ل180 جنيه سعر الجوز ده في اللم بالنسبة للفولل كانت مطلوبة النهاردة الضقر بالنتائج 350 جنيه سعر الجوز وأحيانا في الفواتح بيوصل ل400 جنيه في التداول بالنسبة للصغير بيبدأ من 250 جنيه سعر الجوز الفولل اللاتيني واللي سعره بيبدأ من 550 ل600 جنيه وفي الدهاء بالنسبة للصغير النسبة للكبير من 700 ل750 جنيه نتكلم على الفولل الأسوينج الأصفر والأبيض واللي سعره بيبدأ من 600 جنيه يوصل ل800 و900 جنيه في الحاجات الفولل الشجر والحاجات التقليب العالي بالنسبة للتركيبات الفولل الرينبو واللي سعرها بيبدأ من 250 ل350 جنيه بالنسبة للفولل الرينبو واللي سعرها بيبدأ من 450 جنيه ل 550 جنيه ويحيانا بيوصل ل600 جنيه بالنسبة للانصاص واللي سعرها بيبدأ من 800 جنيه ل 1400 و 1500 جنيه بالنسبة للإنجليزة والأسعارها بتبدأ من ألف جنيه لألف وخمسمائة جنيه في الكبير والأسعار طبعا بتزيد على حسب الطفرة بالنسبة للروز الأخدر والسعر بيبدأ من 250 في الصغير لتلتمائة وخمسين لتلتمائة وسبعين الكبير بقية الألوان سعرها بيبدأ من 450 لخمسمائة جنيه الحاجات البلاك آي بالنسبة للروز اللاتيني وشهد زيادة ملحوظة سعرها في الكبير من 550 ل600 جنيه سعر الجوز وبالنسبة للشبابات من 450 جنيه متوسط سعرها الروز الألبينو في اللام موصل لألف ومتين جنيه النهاردة الكبير الشغال بالنسبة للأوبلاين أورنج واللي سعره من 1500 جنيه لألف وستمائة جنيه في الكبير الشغال كلام نتكلم على الفشر الأخدر واللي سعره من 300 ل350 جنيه في الكبير والصغير 250 جنيه الفشر اللاتيني واللي سعره من 1200 لألف و300 جنيه مطلوب في اللام ومش موجود بالنسبة للفشر الألبينو واللي سعره من 600 ل800 جنيه سعر الجوز نتكلم على عائلة الفينش ونبدأ بالزبرة واللي عليها لم وزيادة في الأسعار سعره وصل ل120 جنيه في الغوامق والفواتة 150 جنيه بالنسبة للفراولة من 150 ل160 جنيه سعر الجوز والنسبة للمبوح من 250 ل350 جنيه سعر الجوز في الكبير بالنسبة للجاوة الحبشي واللي سعرها بداية من 250 جنيه الكبير الشغال بالنسبة للأبيض 350 جنيه بالنسبة للإينو العين الحمراء يعني العين الحمراء من 350 ل400 جنيه بالنسبة للسلفر 500 جنيه وبالنسبة للجاوة الفون واللي وصل الأعلى معدل لللم İli إ odds a20 جنيه بالنسبة للفجل بالنسبة للغولتين فينش واللي أسعاره بداية من 1000 جنيه تصل لألفين جنيه حسب ألوانه وحسب السن طبعا بالنسبة للكاناريا واللي سعرها بيبدأ من 400 لل500 جنيه سعر الجوز بالنسبة للحسون واللي سعر الجوز منه الصيد الجديد بيبدأ من 400 جنيه بيوصل لـ 800 و 900 في الحاجة الصيد البيت الحاجة القديمة الصيد قديم يعني بالنسبة لليمام الماسي واللي سعره بيبدأ من 400 إلى 450 جنيه ده في اللم بالنسبة لطائر المينة واللي سعره بيبدأ من 150 إلى 200 جنيه في الصيد وبالنسبة للتفرخ من 250 إلى 300 وأحيانا 350 جنيه نتكلم على البغبغوات ونبدأ بالضره الهندي واللي سعره بداية من 2500 جنيه الشبابات بيوصل للكبير من 3500 إلى 3700 وبيوصل لـ 4000 جنيه أحيانا بالنسبة للضره الامريكي واللي سعر حتى منه بداية من 7000 جنيه بالنسبة للسانك نيور واللي سعره بيبدأ من 10,000 جنيه الشبابات والكبير 14,000 ده بالنسبة للجوز نتكلم عن روزيلا واللي سعره بيبدأ من 4000 جنيه في الشبابات والكبير 5000 و5500 سعر الجوز ده بجميع ألوانه وتفاراته وبالنسبة للكاسكو الأفريكي الحتة بتبدأ في الصيد من 9,000 جنيه وبالنسبة للتفريخ بتبدأ من 16,000 جنيه وتوصل لـ 20,000 حسب التقليب وحسب عدد الكلمات وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص إلى لقاء جديد وفيديو جديد فيه أمان الله شكرا